وصل رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ كما أعلن قصر الإليزي أن رئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون سيتوجه غدا إلى مصر للمشاركة في القمة في غضون ذلك أعلنت سفيرة الإمارات بالقاهرة أن الشيخ محمد بن زيد النهيان رئيس دولة الإمارات سوف يصل إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ بشرم الشيخ فضلا عن مشاركة وفد إماراتي كبير هذا وتتوصل الاستعدادات على قدم وصاق في مدينة السلام لاستقبال ديوفي مصر الكرام من الوفود الرسمية والشخصيات والخبراء والذين يتوالى وصولهم للمشاركة في كوب 27 من خلال مطار شرم الشيخ وفي هذا الإطار يواصل المطار استعداداته وتجهيزاته القصوى لاستقبال ديوفي المؤتمر وسط تسهلات كبيرة لكل المعدات والتجهيزات الخاصة بالوفود العربية والأجنبية المشاركة وترحيب كبير بديوفي مصر ترجمة نانسي قنقر